بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل معا في مقرر Machine Elements Design 1 Chapter Introduction كنا تحدثنا في السابق عن التحميل وأنواعه وقلنا أنه الحمل بينتج عنه Stress في الدرس ده هنناقش أنه باختلاف نوع الحمل يختلف نوع الإجهاد يبقى Stresses in Machine Parts أو الإجهادات في أجزاء الماكينات وبتختلف باختلاف نوع الحمل أول نوع عندي اللي هو Tensile Stress وده من اسمه كده كلمة Tensile اللي هو إجهاد الشد يبقى من الاسم شد زي بالضبط في الشكل اللي قدامي ده عندي البار ده بيتعرض إلى إجهاد شد شايف تجاه الساهم هنا واتجاه الساهم هنا فبينتج عنه ده الحمل اللي هو P نتيجة الحمل P اللي هو بيشد من كلا الطرفين ينتج عندي ما يسمى بالTensile Stress العكس لما يكون اتجاه الحمل إلى الداخل بالشكل كده فبيضغط فده على طول يعمل Compressive Stress أو إجهاد إيه ضغط اللي كنين زي بعض بالضبط ويمكن تقدير قيمتهم عن طريق هذه المعادلة لكن الاختلاف الوحيد أن ده بيبقى مصحوب بPositive Sign ده بيبقى مصحوب بNegative Sign ليه؟ لأن ده بيتعرض إلى شد فبالتالي بيبقى عرضة إلى إيه؟ extension أو تمدد أو استطالة elongation أما ده فبيبقى عرضة إلى أنه يحصل له contraction أو انخفاض في الطول بتاعه عشان كده اديت له إيه؟ ال-Sign يبقى ده positive وده negative القيمة التقديرية للسترس أولاً السترس برمز له بالرمز Sigma يبقى Sigma اللي هو بيساوي بNormal Stress وهقول لي دلوقتي بقول عليه Normal Stress ال-B اللي هو الحمل أو القوة أو Force ال-A اللي هي بتمثل مساحة المقطع شايف مساحة المقطع ده؟ هي دي اللي شايلة السترس لو طبعاً المقطع دائري يبقى لو دايرة بالشكل ده كده يبقى المساحة بتاعتها باي على أربعة D Square ولو هي مثلاً مستطيل يبقى الطول ده في العرض ولو مربع يبقى مربع طول الضلع لو مساحة المقطع طبعاً بتختلف من دايرة إلى مستطيل إلى مربع وهكذا طيب ليه بقول عليه بقى Normal Stress لأن مساحة المقطع هنا بالنسبة لاتجاه القوة شايف القوة كده في تعامد ما بينهم كدلك هنا برضو نفس الحكاية لو مساحة لو المقطع هنا في تعامد ما بينه وما بين اتجاه القوة عشان كده سميته ايه Normal Stress القيمة بقى النيوتن قيمة صغيرة قوي والمتر المربع قيمة كبيرة عشان كده أنا ما بقسي بالباسكال بقيس بالميجا باسكال اللي هو بيمثل عشرة قص ستة باسكال ده النوع الاول من انواع الاجهدات اللي بتحصل فيه الماكينات اللي هو وقلنا طبعا انه بيطلق عليهم في معظم الاحيان Normal Stress نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة